طرق تقييم المخزون السلعي أو بمعنى آخر افتراضات تدفق تكلفة المخزون السلعي حيث غالبا ما تحدث تقلبات كبيرة في أسعار شراء نفس البضائع خلال الفترة المحاسبية فالشركة عند شرائها للبضاعة التي تقوم ببيعها أو إعادة تصنيعها تشتري هذه البضاعة بأسعار مختلفة بمعنى أن هذه البضاعة تدخل للمخازن كل كمية بسعر يختلف عن الكمية الأخرى فالسؤال الذي يصار هنا عند صرف كمية من المخازن سواء كان هذا الصرف للبيع أم للإنتاج بأي سعر يتم تسعير هذه الكمية المنصرفة من المخازن للبيع أو للإنتاج الأمر الذي يؤثر بدوره على تقويم تكلفة مخزون آخر المدة البضاعة المتبقية في المخازن ولم يتم صرفها سواء كان ذلك الصرف كما ذكرنا للبيع أو للإنتاج وهذه مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه المحاسب عند تقويمه لتكلفة مخزون آخر المدة والذي يترتب أصلا على تقويمه لتسعير الكميات المنصرفة من المخازن للبيع أو للإنتاج في هذا الشأن هناك عدة افتراضات متعارفة عليها كافتراضات بديلة لتدفق تكلفة المخزون السلعي وهي على النحو التالي طريقة التمييز المحدد والطريقة الثانية طريقة متوسط التكلفة طريقة الثالثة طريقة الوارد أولا صادر أولا ثم الطريقة الرابعة طريقة الوارد أخيرا صادر أولا كل هذه الطرق يمكن استخدامها في تسعير المواد المنصرفة أو البضاعة المنصرفة من المخازن سواء كان للبيع أو للإنتاج وبالتالي بناء عليه يتم تحديد تكلفة مخزون آخر المدة أي البضاعة التي لم يتم بيعها حتى نهاية الفترة الطريقة الأولى طريقة التمييز المحدد وهي طريقة غير عملية ويصعب تطبيقها لأنها تتطلب شروطا معينة يصعب توافرها في الواقع العملي هذه الطريقة تفترض إمكانية تحديد تكلفة كل وحدة من الوحدات المنصرفة على حدة وأيضا بتعتبر أن التكلفة المحددة المتبقية هي تعبر عن تكلفة مخزون آخر المدة هذه الطريقة تلائم نظام الجرد المستمر وأيضا تلائم المنشآت التي تتعامل مع عدد محدود من السلع ولذلك في هذه الطريقة غير عملية ويصعب تطبيقها الطريقة الثانية طريقة متوسط التكلفة وهذا المتوسط يسمى بالمتوسط المرجح في حالة استخدام نظام الجرد الدوري ويسمى أيضا بالمتوسط المتحرك في حال استخدام نظام الجرد المستمر يتم حساب السعر المتوسط الذي يتم الصرف بناء عليه من المخازن للبيع وأيضا يتم بناء على هذا السعر المتوسط تحديد تكلفة مخزون آخر المدة هذا السعر المتوسط يتم حسابه بعد كل عملية شراء على النحو التالي السعر المتوسط يساوي قيمة الرصيد أي قيمة البضاعة الموجودة بالمخازن زائد قيمة المشتريات الواردة على كمية الرصيد زائد كمية المشتريات الواردة ويتم الصرف طبقا لهذا السعر وتظل المنشأة تصرف بهذا السعر إلى أن ترد كمية مشتريات أخرى فيتم حساب السعر المتوسط من جديد ويصعر المخزون على هذا السعر المتوسط وفي حالة استخدام أو تطبيق الشركة لنظام الجرد المستمر يجب إعداد بطاقة الصنف الطريقة الثالثة طريقة الوارد أولا صادر أولا حيث يتم افتراض أن البضاعة المشترى أولا يتم بيعها أولا بمعنى يتم تسعير البضاعة المنصرفة من المخازن للبيع بسعر أول كميات تم شراؤها أو أول كميات وردت إلى المخازن حيث أن الصرف يتم بناء على هذه الطريقة على أساس التسلسل الزمني للشراء أو بمعنى آخر يتم الصرف من الأقدم فالأحدث وطبقا لهذه الطريقة يقوم مخزون آخر المدة من أحدث الأسعار ولو أن الشركة تستخدم نظام الجرد المستمر لا يجب إعداد بطاقة الصنف هذه الطريقة تؤدي إلى عدم الدقة في قياس الدخل لأن البضاعة المنصرفة من المخازن للبيع وهي التي تدخل في تكلفة البضاعة المباعة يتم حسابها بأقدم الأسعار لذا فإن هذه الطريقة تهتم بالميزانية على حساب قائمة الدخل لأن مخزون آخر المدة يظهر في الأصول ضمن الأصول المتداولة في الميزانية مقوما بسعر أحدث الأسعار بينما تكلفة البضاعة المنصرفة من المخازن أو تكلفة البضاعة المباعة تقوم وهي التي يتم مقابلتها بالإيرادات في قائمة الدخل للوصول إلى الدخل أو الربح تقوم بأقدم الأسعار لذلك فإن هذه الطريقة تهتم بالميزانية على حساب قائمة الدخل طريقة الوارد أخيرا صادر أولا وهي عكس الطريقة الأولى أو عكس الطريقة السابقة حيث أن البضاعة المشترى أخيرا يتم بيعها أولا بمعنى أن البضاعة التي يتم صرفها من المخازن للبيع أو للإنتاج يتم تقويمها أو تسعيرها بسعر آخر بضاعة تم شراءها أو آخر البضاعة ورودا للمخازن يتم البيع من البضاعة الأحدث من الأحدث فالأقدم مخزون آخر المدة يتم تسعيره بسعر أو يتم تقويمه أو تحديد تكلفته من أقدم الأسعار أيضا في حالة استخدام نظام الجرد المستمر يجب إعداد بطاقة الصنف هذه الطريقة تؤدي إلى الدقة في حساب الأرباح لأنها تؤدي إلى مقابلة أسعار جارية بأسعار جارية إذن فهذه الطريقة تهتم بقائمة الدخل على حساب قائمة المركز المالي أو الميزاني عكس الطريقة السابقة